موسيقى 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 هاي دودة عميكي موسيقى موسيقى خيروا أهلا بصونا بإليك في 2024 تنواة الساكسر هايدي النسقة تحت عنوان تنوع الإنساني والبيولوجي تلعنا إنه اللي عم نعملو منو مهرجان فرح ما قلو علاقة بالواقع هو تكتب الى دار مقاومة اللي عم بتصير تذكير للبنانية انه حافظوا عالموجود لانه في اسرائيل برس فيه كلانا اعداء الداخل يعني اعداء الداخل تجار الطبيعة هني عبيضوا على لبنان اليوم تنوع الديولوجيا والبشرة مهدد وغيرك مهدد اليوم اكتر من اي فترة تانية بتاريخنا اعداء الداخل تجاريخ مهدد اليوم يعني من اختصار هيدا المشروع قادر يستوعب كل الناس شرط يبدو يبقى تيهم هيدا النغابة ويعيش فيها مش حقا تيهم هيدا النغابة كلها ويعيش لحال فيها ما بتقدر الهويات تكون مشاريع صديقة للبيئة هي حتما تتعاطى مع البيئة التمولد اسرائيل فعليا مستعملت الارض كسلاح مستعملت النبات كسلاح بعد النكبة بالـ 48 انزارعت كل الاراضي وكل القرى التي تهجروا منا سكانها بالأيكاليبتوس والصناول الأيكاليبتوس بحق ذاتها هي شجرة ملنة محلية وانزارعت بشكل كبير في حافظ رشوع صهيوني على سردية انه ان احنا بأرض بلشعبي اللي هي احدى قصص الفكر اللي نشرع لها هي شجرة كولونيالية فعليا لا حياة ولا تنوع في ظل انظمة وكيانات هوية انتو يا جماعة عم تكبوا على البنان مواد كيميائية عم تسمموا الطبيعة عم تسمموا العالم عم صابق اسرار وعم صابق معرفة اذا بدكم شرحكم شوي هاي كذيفت هاوتزر من سلاح 155 اسمها M8251 تنفجر فوق الأرض شقف قماش حوالي 117 أو 120 شقف قماش مغمسة بالفوسفور اللي عم بيبقى بالطبيعة واللي عم بيتفتفى بالكعمل السمية هن شقف القماش هولي يعني هني بيتلع بيبينوا شكلهم مثل الدار مثل الشحمة تشكلت بانه هالمد اللي عم تنضرب بشكل شبه يومي على جنوب لبنان كميات غير طبيعية بتبتلق مواد زامنة بفتر على حد هلا اللي عم معكد هي 9 شكرا فكانت كمان عم بشتغل على قصة مثلا الزيتون مثل ما كان عم بيحكي لالف عن قصة الزراعة الأحدية مثل السنوبر في لبنان وغيره بس انو صار في زراعة أحدية كتير كبيرة وهلا عم بزيد يعني قبل ما كان هل قد عمنا زيتون وما كان هل قد عم بيكون مزروع عم بزيد الأمراض وحيرجع يطلع بعض أمراض فكمان كان احد الشغل هو الشغل على شو نقدر نزيد بين هالأراض الزيتون اللي عمنا من خروب من رمان من تين من زعتر من خزامة من كله القصص تنقدر نزيد هالتنوع البيولوجي وذات الوقت ما تقول انو ضروري انا اقبع الزيتونة وازرع شي ما هلا اترك الزيتونة بس انو فيك تزرع غير قصص كنت انا عايش مع ستة وخالي ستة نزلناها تقريبا من اول جمعة وخالي بعده هلأ ساكن بكفركلة متيس تحية لايهاب انا رحت عم بنقل حياتي لونيك وعم برجع على الجنود كنت بدي ارجع اول شي اخذ من هيد البيئة يعني انا منها ومنها المحيط وبذات الوقت نعطي هول العلم او الخبرات اللي انا كمان كسبت ويلي العالم عم يتطور بغير محلات وبعدنا الى هلأ تفكر بهذا يعني الحادثة وانو شو صار انو كيف انت عايش كنت جي وعم تختبير جي وعم تكافح وعم تنادي الكلمان فكرة وكلمان شغلة فجأة بتقلب يعني مش انو فواني تحتاني بتقلب بتقلب ايه ما بعرف كيف تتفسج فبقيت هيدا انو مش عم بفهم وهو هلأ يعني ترتحت شوي وهو ما فهمت هو تقبلت في عنا مأكلات مصنوعة من ايادة نساء منعكر وريحة بتشاهد هيدا الطايفة مع العدس سليء الطايفة مع البقلة انا الوصة كلها هي اللي بتعلمنا وتدربنا على دورات العزاء من الطبيعة ما في سكة كتير انا للرجيم ما في سكة انا مغطس والأطف لا لا هو يعني شو فيه السك الحلوة وش حلوة عم نحاول انو نكون متماشين شوي مع المشاعر العامة بلبنان خاصة اهلنا بلبنان وفلسطين اللي هني عم نخسروا روحهم واراضيهم محطين تتقلق مراتو وهي كمانا ضحية بشمال لجنوب تبا نكون انو نحنا بشمال مش حصيني شو عم نصيره كف كيف الرغم كيف الرغم كيف الرغم بلبنان كيف الرغم بلبنان